تحية أصدقائي وصديقاتي في كل مكان نرحب بكم مجدداً ونقدم لكم الدرس الخامس عشر من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة درسنا اليوم يتعلق بلزادجيكتيف ديمونستخاتيف أي صفات الإشارة في هذا الدرس نتعرف على ما هي لزادجيكتيف ديمونستخاتيف وما هو دورها في اللغة الفرنسية لكن أولاً أصدقائي أقترح عليكم هذه الأمثلة تأملوا معي هذه الأمثلة هذا القط هذه السيارة لاحظوا إلى النطقة إذن كما تلاحظون فإن هذه الكلمات المضغوطة هنا باللون الأسود هي من صفات الإشارة ماذا نقصد بصفات الإشارة؟ أنها تشير إلى شيء ما تشير إلى اسم هذا القط هذه السيارة هذه السيارة هذه الأشجار إذن لأدجيكتيف ديمونستخاتيف سيفة الإشارة مانتخ النوبج مانتخ يشير أو يظهر شيء النوبج لوبج إبخوش ولوانتن لوبج إبخوش ولوانتن سواء كان هذا الشيء قريب بخوش أو بعيد لوانتن نقدم أمثلة أخرى بين قوسين سواء فوق الأرض انظر إلى هذه النملة أو انظر إلى تلك النجمة دون السيال إذن النملة هي قريبة على الأرض والنجمة هي بعيدة في السماء إذن صفات الإشارة تشير إلى شيء سواء كان هذا الشيء قريب أو بعيد وهناك استعمال آخر لصفات الإشارة وهو تشير إلى وقت من اليوم الذي نحن فيه على الأرض مثلا ميدي هو الزوال ميدي هو بعد الزوال إذن هذه المواقف تتعلق باليوم نقول لومتن الصباح بعد الزوال عندما نقول لومتن فنقصد أي صباح كان أي بعد الزوال كان وأي مساء كان بصفة عامة ولكن عندما نقول سمتن ستابخي ميدي سواء نشير إلى هذا التوقيت أو هذا الزمن بصفة الإشارة فإننا نشير إليه بصفته ينتمي إلى هذا اليوم بالتحديد سواء يعني مساء هذا اليوم سمتن يعني صباح هذا اليوم أو ستابخي ميدي يعني بعد الزوال بالنسبة للتوافق فإن صفات الإشارة تتوافق مع الإسم لدمنستراتيف ساكورد لدمنستراتيف ساكورد سي 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 أغب سي لونة عندما تلتقي صفات الإشارة لدمنستراتيف دمنستراتيف سي 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 أغب مع إسم يبدأ بحرف متحرك وهنا في هذه الحالة سي زوم لأنه هش ساميتا نقول أم وليسا هم أم إذن س مع او تنطق ز ونقول سي زوم سي زوم ملاحظة أخرى وهي سو دوين ست لحدو سو سو adjectف دمنستراتيف تستعمل من أجلي المفرد المودكر تصبح ست سو دوين ست devant une voyelle أو un ه مي devant une voyelle أو ه مي إذن سو تصبح ست مع حرف متحرك أو أش ساميت لا نقول سو أكتغ لا نقول سو أكتغ بل نقول ست أكتغ نقوم بتغيير سو بسات ولا نقول سو أم بل نقول سيت أم تذكروا هذه الملاحظة المهمة سو تصبح ست أمام حرف متحرك أو أمام أش ساميت ننتقل آن أصدقائي صدقاتي إلى بعد التمرين كمپلتة كمپلتة اتخانسفرمي كمپلتة اتخانسفرمي أي أتمو وحاويلو لدينا هنا مثال ce livre هذا الكتاب مهم ست استوار هاته القصة مهمة سي livre سنز انترسان هاته الكتب مهمة ست استوار سنت انترسان هاته القصص مهمة إذن على نفس المنوال سنتم باقي الجمل إذن عليكم أصدقائي أن توقفوا الفيديو أن تحاولوا حل التمرين عندكم بعدها أتموا مشاهدة الفيديو للتحقق من الحلول إذن سأتم التصحيح لدينا هنا إتدين 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 طالب ألماني إذن سأناقول ست إتدين 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 رغم أن إتدين هو في المدكر لكن إتدين كلمة إتدين تبدأ بحرف متحرك هو أ أكسن لذلك يجب علينا أن نضع ست ست بدلا س إذن نكمل إتدين تأ إتدين تأ إذن هنا يجب علينا القيام بشيئين أولا البحث على صفة الإشارة المناسبة بما أن الإسم مؤنة مفرد بما أن الإسم هو مؤنة مفرد إذن سنستعمل ست ولدينا في الجملة السابقة الصفة ألمان ألماني ألمان إذن تأنتها هو ألماند إذن سنقول ست تدين إت ألماند ست تدين إت ألماند نكمل إتدين صن نلاحظ أن إتدين تنتهي بحرف S إتدين تنتهي بحرف S إذن سنستعمل ست 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 جمع ألمان نضيف حرف S سن ألماند ونكمل إتدين إتدين في الجامعة المؤنة إذن سنستعمل س س س س الجامعة التأني اللي ألمان هي ألماند إذن سنقول س س س تالماند س س تالماند ننتقل إلى المثال الثالث أكتر إتخيبو أكتر إذن هنا أكتر هو اسم مذكر لكنه يبدأ بحرف متحرك إذن سنقول ست أكتر إتخيبو هذا الممثل هو سيمون جدا الجملة التي تليها أكترس ممثلة مؤنة أكتر كما رأينا في درس التذكير والتأنيت أكتر مذكر أكترس مؤنة إذن سنقول ست أكترس إتخي نبحث عن مؤنة الصفة بو فإن تأنيتها هو بال إذن سنقول ست أكترس إتخي بال بالنسبة للتاتمة فإنه المطلوب مننا البحث عن الجمع المذكر الجمع المذكر لأكتر سنقول سنقول بالنسبة للمؤنة سنقول سيزاكترس سان تري بال سيزاكترس سان تري بال نتقل الآن أصدقاء إلى تمرين آخر ملتاكترس سيزاكترس ست 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 سي إذن أتمو بستعمال س أو ست أو ست للمذكر المفرد أو س لجمع بنوعيه المؤنة أو المذكر إذن الجملة الأولى قد أعطيت كمثال كي س غرصان بلون من هذا الصبي الأشقر من هذا الصبي الأشقر لدينا هنا س غرصان إشارة لصبي ما س غرصان هذا الصبي نكمل مع باقي الجملة تُ كوني شانسون شانسون في المفرد المؤنة إذن سنستعمل ست ست ونقول تُ كوني ست شانسون تُ كوني ست شانسون هل تعرفوا هذه الأغنية غت 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 تدو غت الحلوة إذن هنا غت هو اسم مفرد مذكر إذن سنقول س غت غت س غت أي تدو هذه الحلوة نكمل تبلو سنت انترسان تبلو هو اسم مذكر في الجامعة إذن سنستعمل س هذه اللوحات هي مهمة شاز إليبغ شاز إليبغ شاز اسم مفرد مؤنت إذن سنقول هل هذا المقعد شاغر هل هذا المقعد شاغر أي فارغ مثال آخر إشارب إشارب هنا إشارب هو كلمة أو اسم مؤنس مفرد إذن سنقول ست إشارب ست إشارب أكي ست إشارب لمن هذا الوشاح مثال آخر هل هذا الوشاح أو هل هذا الوشاح مثال آخر إسم مذكر مفرد ويبتلي بحرف متحرك إذن سنقول هذه الشقة رائعة إذن كملاحظة هاما قبل أن تضعوا صفة الإشارة في استعمالاتكم اليومية عند كتاباتكم أو عند محاولة التحدث تأكدوا من نوع وعدد الإسم المشار إليه إذا كان في المفرد المذكر نستعمل س إذا كان في المفرد المذكر ويبتلي بحرف متحرك أو أش صامت نستعمل سات إذا كان في المؤنة المفرد نستعمل سات أو إذا كان في الجمع سواء جمع مذكر أو جمع مؤنة فإننا نستعمل سي سي أس إلى هنا أصدقائي الصديقاتي قد انتهت هذا الدرس نشكركم على حسن المتابعة وإلى درس آخر وإلى اللقاء قد انتهت اشتركوا في القناة